عموماً بيتسو موسماني كان ليه مجموعة من التصريحات بالأمس أكد من خلالها أن الفريق ينعم حقق الفوز على سانداونس بهدفين دون رد في جولة الزهاب بالقاهرة ولكن التأهل لم يحسن بعد قال أنه لسه قدامنا مباراة العودة واللي هتكون مباراة قوية ولازم نركز فيها ويقال طبعاً مجموعة ثانية من التفاصيل تعالوا نسمحها منه هو شخصياً من خلال الفيديو ده ونرجع نكمل التفضل مستعدات تأكيد على قادم النصاق بالنسبة لهادي المباراة يارب يكون التوفيق معنا إن شاء الله لكن عايز أتكلم بشكل عام طب مننا على حالة اللعبة الرحلة الأمور الأجواء حطنا في الأجواء بسر بيتسو موسماني لا نحن نقوم في الصورة بالنسبة ليس مجموعة نحن نقوم بإصدار ورقائق لا نحن نتقل على حاجة لطيفة حتى لن أخذ القطاق مننا ورحة الصورة والمجموعة استطعنا نقص العمارة breast الآن حصلنا نهتم رائعا نحن نخرج من الصباح فنحن نافئا مرهقين ونحن نبدأ جميعا التجمل من الأجواء لكن ستكون قادر الأعمال ستكون على أشياء ترى ونقول ستكون خاصة حسنًا المنظر السنوات بيكون أسهل من التسعين ديال تانية تسعين ديال تانية بيكون أصعب نعرفين إن ممكن ربنا وفعنا في المباراة الأولى لكن جهزي يزاي مستر بيتسو بيفكر إزاي موزع الجيم ازاي بشكل عام في التسعين ديال القادمة مع ماليد ديسون داونز بيكون ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رسوبرد سنيافر ومتح Scout مجتبون على دleb مدى نعم ونعمل لأجل� شروعا اومجاتي بابلي Pir데سورabnadizes لم نحصل على مقابل، لذلك نحصل على مقابلنا، ونحصل على مقابلنا. لذلك، جيداً، لذلك نحن نتظر على هذا المقابل. لذلك، نحن نحن نحفظ على الشباق النظيفة ونسجل الهدف. أخيراً، يمكن الشيء الأكيد الذي سهد مستر بيتسو موسيماني، وهو عودت عدد كبير من اللاعبين من اللي كانوا مصابين. على رسوم عليم علوم الحمدي فتحي سعد سامير أكرم توفيق، مع التوليفة المميزة جداً اللي بيدرها مستر بيتسو موسيماني. يبدو أن الوصفة عالك، ورحوها الأمة، يمكن أن نتفعو في مباراة أخرى، ولكن عندنا السوبر الأفريقي، ولكن نحن نأخذ خطوة خطوة خطوة. نحن نقلون لها صاد سامير، نحن يوجد حمدي كثير من قاعده، نحن يوجد ملولاً بأمسطرين، ماتوالي محسن الأمر ب臂وعي، يستمع حاولي للنزاء، سيكون هناك بعض المقابل، لكن نحن لا نعلم أين ستقوم بتحديد التحديد لذلك اليوم نستطيع التحديد لا نستطيع التحديد في الفقرة الأخيرة مع كابتن محمد حشيش ولكن زي ما مسماني تحدث وزي ما كل المحللين تحدثوا طبعا هي مش هتكون يا كريم مباراة أكيد ده سهلة أبدا برضو هنرجع نقول تاني يعني سانداونز فريق مش بسيط سانداونز فريق قوي جدا سانداونز عنده لعيبة أقوية جدا يعني يمكن من أبرز اللعيبة يعني احنا طبعا مع موقف انيانجو الأخير حرس المرمى ولكن هو برضو يعد من أفضل حراس المرمى الموجودين عندك سيرينيو عندك مورينا عندك شلاولي كل دول أسامي قوية جدا فمباراة تبقى قوية آحة تبقى قوية فيها تحديات أف فيها تحديات نتمنى طبعا مع التحليلات المختلفة اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع ضيوفنا ان الأخطاء اللي كانت موجودة في مصر الظهبنية ما تتقررش أكيد في القياب على كل حال يعني زي ما بقول تاني هنتابع كل ده بشكل أكتر تفصيلا